مساء الخير، نهار اليوم استمر تأثر المملكة بالمنخفض الجوي والمصنف من الدرجة الأولى وكانت الأجواء باردة مع زخات من الأمطار على فترات خاصة في شمال ووسط المملكة وبلغت العظمى في عمان 8 درجات مئوية وبالانتقال لصور الأقمار الاصطناعية تشير إلى ظهور كميات من السحب في مختلف مناطق المملكة تترافق مع هطول زخات متفرقة من الأمطار هاي الليلة يبتعد المنخفض الجوي عن أغلب المناطق باستثناء أقصى شرق المملكة حيث تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات من المطر وبتوصل درجة الحرارة ل7 درجات أما ارتوبة 95 والرياح غربية غدا استقرار على الأجواء وارتفاع قليل على درجات الحرارة وبتوصل درجة الحرارة ل12 درجة بنهار وبالليل بتنخفض ل6 درجات يومي السبت والأحد المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة وأجواء مائلة للدفئ في بعض المناطق وبتوصل درجة الحرارة ل16 بنهار وبالليل 7 درجات بننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظماء اليومي غد في باقي مناطق المملكة في إربة 8 وغدا 14 جلون احتمال تساقط أمطار 8 وغدا 13 جرش 8 وغدا 15 درجة بتسجل درجات الحرارة في المفرق 6 وغدا 14 زرقاء 8 وغدا 15 درجة مئوية في الصلت بتسجل درجات الحرارة 7 احتمال تساقط أمطار وغدا 13 مادبة 7 وغدا 14 مطار ملكعليا 5 وغدا 14 درجة في البحر الميت بتسجل 15 وغدا 21 الطفيلة أجواء غالبا صافية 6 وغدا 13 الكرك 6 وغدا 13 درجة مئوية في معان بتسجل 4 رياح نشطة وغدا 17 في العقبة بتسجل درجات الحرارة 13 وغدا 23 نهاية برويشد 6 احتمال تساقط أمطار وغدا 19 وبالانتقال لملخص الحالة الجوية تقص بارد وغائم وانحصار المنخفض الجوي وارتفاع متوقع على درجات الحرارة ننتقل الآن لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية وصلنا لنهاية النشاة شكرا لحسن المتابعة انتظرونا غدا للحديث عن تقييم آداء الموسم المطري وتوقعات الأسابيع القادمة مع المدير التنفيذي لتقص العرب محمد الشاكر شكرا عود إليك مهند شكرا مريان